أكيد اللقاء ونشوف طبعا إلى أي مدى كلا المدربين كانوا مين يعني الاختيارات صحيحة وطبعا أثناء المباراة التجهيرات بقى هي اللي كمان بتبين قد ايه كل مدرب كان موفق في اليوم ده على المستوى التكتيكي هنكون بنكمل أخبارنا ولسه طبعا مع أخبار النادي الأهلي واللي بتسعى إدارة بقى نادي لجونا خلال الفترة اللي جاية من أجل الحصول على العديد من الصفقات الكبيرة كشف مصدر مقرب من لاعب اللاعب خلونا برضو محمد محمود لاعب واحد من النجوم نادي الأهلي إن فيه مفوضات هتكون خلال الساعات اللي جاية مع إدارة النادي الأهلي عشان يحصلوا على خدمات محمد محمود نجم وسط النادي الأهلي وده خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية على سبيل الإعارة طلب محمد محمود الانتظار عشان يكون بيعرف موقفه من المشاركة في المطشاط اللي جاية مع قلعة الحمراء قبل حسم مصيره من عرض اللجونة بشوف إن دي حاجة محترمة جدا ومهمة جدا جدا إن أي لاعب حاسس إن هو داخل نادي كبير بس فرصه في المشاركة مش موجودة إن هو يكون بيستغل فرصة الخروج واللاعب والإعارة في أي نادي آخر وإثبات نفسه شفنا أكتر من نموذج ناجح خرج بره الأندية الكبيرة الناديين الكبار الأهلي والزمالك خرج ورجع مرة تانية بمستوى مختلف خالص وحتى لو ما رجعش مرة تانية وتم بيعه بس كان خلاص قدر يزبط نفسه ولكن أنت تكون قاعد لابس تي شيرت كبيرة وفريق كبير بس قاعد دكة ما اعتقدش إن ده اللي بيسعى عليه لعيبة في كارير بيستمر 15 سنة بس أنت بفضل 15 سنة دول بتكون بتقدم فيهم مطشاط وبتكون بتسجل أهداف فلو الموضوع بس إن أنت كن لابس تي شيرت تقيلة من غير ما بتكون بتلعب متقدش إن ده طموح أي لعب يعني لعب تفكيره كمان احترافي أكيد يعني محمد محمود بس يمكن هو كان ظروفه صعبة شوية أو كان حظه واحد شوية من ساعة ما جيئه للنادي الأهلي وكان هو على أمل إن هو يكون موجود وبيلعب وبشارك أساسي كان جاي نجمه كان جاي فد فإصابات متكردة اتنين صليبي كان هو لحد الوقتي أنا شايف من وجهة نظري مؤيد جدا الفكرة أنت بتقولي أيا كان أنت بتلعب في نادي اسمه إيه بالشكل كبير ونادي كبير وجماهير وكل حاجة ولكن في الاخر أنت موجود على الدكة أو حتى ساعات كتير بتكون موجود خارج السكور اللي بيبع موجود في المطش فده مش حاجة كويسة ولكن محمد محمود لعيب كبير لعيب بيمتلك مهاراته ولعيب مهم جدا نتمنى إن هو يرجع مرة تانية إن شاء الله فرصة إن هو يكون موجود وبيشارك اللي هو مستنيها لو ما كانتش موجودة مع النادي الأهلي في خلال المطشاط اللي جاي أعتقد إن هو يكون موجود في نادي تاني أيا كان هو اسم إيه نادي يعني دلوقتي الجونة بيتكلم معاه أعتقد إن هو أيا كان إيه نادي اللي هيكون موجود معاه هو مهم ليه إن أنت تبقى رجلك في الملعب تبقى فت تبقى جاهز رجعت مرة تانية أعتقد هتبقى راجع واقف على رجلك نتمنى لك أكيد كل التوفيق واحد من اللعيبة اللي كان حظهم وحش فيه من ساعة ما جئوا للنادي الأهلي زي ما بنقول يشاليني برضو أضيف حاجة في النقطة دي إنه اللعيبة اللي بيجي لهم فرصة الانتقال لأهلي وزمالك لازم يكون عارف هو المركز بتاعه ده وهو رايح يكون في الفريق ده عنده كم واحد نجم دلوقتي وكم واحد ممكن يكون بيقعدوا دكة فبرضو فيه يعني صفقات كتيرة جدا جري وراها أهلي وزمالك على مدار السنين كتيرة واللاعب بيروح للفريق مثلا بيختار أيا كان اختار أنهي بس بيبقى رايح وعنده كمية لعيبة نجوم الجماهير بتحبها والجهاز الفني بيطلق فيها على ما بيجي عليه الدور لأ هو بيروح فعلا هو رايح نجم بس بيروح يقعد دكة وبيبقى صفقة كبيرة جدا حتى الجماهير بتبقى متدايقة إنه يتصرف فلوس كتيرة جدا من خزينة النادي وما تمش استجلال اللعب بأي شكل من الأشكال طبعا أكيد أنا الموضوع عندي كبير النهاردة أتكبرت الموضوع أبتكلم جد جدا لا بس هو فعلا زي ما بتقول يا مريهاني يمكن فكرة إن انت تكون موجود بتاخد وفرصتك إنك تكون موجود في الملعب دي حاجة كويسة جدا منتخب مصر فاتح أبوابه للجميع فأعتقد أي لعيبة هيكون موجود بيتقالق مع أي نادي أيا كان اسمه هيكون موجوده هيكون ليه دور مع منتخب مصر طيب لسه مكملين أخبارنا داخل النادي الأهلي واستقر بيتسو موسوماني المدير الفني للنادي الأهلي على خلاص يعني هو بيبتدي بشكل كبير جدا اللي هو عارف التشكيل اللي هيبدأ به والراجل جرب تجربة كده يعني يمكن في خط الدفاع شفناها في الماتش اللي فات أمام البنك الأهلي هو نوع لعب محمد هاني كباك رايت أو يعني باكي مين وأكرم توفيق نزله في نص الملعب وده اللي هيرجع ليه تاني موسوماني يرجع مرة تانية بأكرم توفيق يلعب كباكي مين ويبتدي يشوف مين اللي يلعب في نص الملعب يمكن حمد فاتحي والسلية أو هيلعب بتلاتة في نص الملعب ديانج ممكن يكون موجود ولكن خط الدفاع هيكون أكرم توفيق باكي مين وبدر بنون أيمن أشرف وعلي معلول باكي شمال وده أعتقد الخط الأقرب لموسوماني اللي هيخد بيه لقاء إن شاء الله بكرة تلاتة نص الملعب أعتقد برضو مش هيكون فيه متغير إلا لو كان هو دايما الموسوماني بيتكلم في فكرة أنه أوه هلعب بحمد فاتحي والسلية وديانج هو خلاص يعني ابتدى كده يباني أنه هو بيلعب بتلاتة في نص الملعب ماتش أكيد مهم ماتش صعب هيكون عنده حزر شوية من نادي الزمالك فممكن نشوف تلاتة في خط وسط النادي الأهلي إن شاء الله بكرة كده نشوف مباراة مهمة ولكن برضو على نفس